أهلاً أحبائنا مشاهدينا من منطقة بحير الطبرية الجميلة أريد أن أكمل حديث عن ظهرات يسوع المسيح واخترت هذا المكان هذا كان مكان محبب على قلب المسيح خدم تقريباً سنتين في هذه المنطقة يعلم ويصنع المعجزات ويبارك الناس وأيضاً يتلمذ التلاميذ هذه المنطقة تشهد عن أحداث كثيرة ليسوع المسيح بحيرة الطبرية أو بحيرة الجليل تسمى بحيرة جنسرات أو بحيرة كنيرت أو بحيرة يسوع البلدة التي أنا موجود فيها المجدل بلد مريم المجدلية التي أخرج منها سبع شياطين وتبعت يسوع وكانت تلميذة للرب يسوع وأيضاً كانت معه عند الصلب وشاهدة لقيامة يسوع المسيح فحلو أننا في بلدها نتكلم عن الشهود عن ظهرات يسوع المسيح وعن الشهود وتأكيدات القيامة من خلال ظهرات يسوع المسيح لكن اخترت بحيرة الطبرية في هذا الجزء لأنه الرب يسوع طلب من التلميذ أن يسبقوا إلى الجليل وعند بحيرة الطبرية كانت مكان الدعوة الأولى وين الرب يسوع دعى التلميذ وطبعاً التلميذ كانوا بينتظروا يسوع المسيح فقال بوترس أنا ذاهب لأتصيد ورح مع بوترس ست تلميذ تعبوا كل الليل ولم يصطادوا شيئاً في الصباح الباكر ظهر يسوع المسيح للتلميذ لأول وهلة ما عرفوا الرب يسوع المسيح ولكن يحنى الحبيب أدرك أنه يسوع المسيح فكان سؤال المسيح للتلميذ ألعل عندكم طعاماً؟ أجابوه لا فقال ارمي الشبكة إلى الجهة اليمنى وفعلاً عندما رموا الشبكة للجهة اليمنى صادوا سمك كثير ويقول الكتاب صادوا 153 سمك كبيرة وعندما أدرك يحنى قال هو الرب وعندما سمع بوترس أنه الرب طبعاً نزل في البحر لأنه كان عريان وطبعاً جروا الشبكة ووجدوا يسوع عم بحضر وجبل لهم من سمك وخبز وقال قدموا من اللي استطلطوا ولكن هذا اللقاء مهم جداً مع أنه المسيح ظهر لبوترس أولاً ولكن هذا الظهور الخاص لتأكيد دعوة التلميذ ولتأكيد مصداقية محبة المسيح للتلميذ وفي معاملة خاصة كانت لبوترس الرسول عند البحيرة سأل يسوع بوترس يا سمعان بن يونة أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أجاب بوترس وقال له يا رب أنت تعلم أني أحبك قال ارعى خرافي هذا اللقاء طبعاً انتهى بكلمة اتبعني مع أنه من الأول وهلة تابعوا الرب يسوع وتركوا السفينتين والسمك أول مرة وفي هاي المرة كمان أكد المسيح على الاتباع ولكن لأنه بوترس أنكر المسيح ولأنه بوترس قال في العلية أمام التلميذ وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك فإذن خطية القائد مهم جداً أنه يتعامل معها الرب يسوع المسيح الرب يسوع أراد أن يرد اعتبار بوترس كرسول لأنه قال له من قبل أنت بوترس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح الملكوت فإذن الله لا يفشل ولا ييأس من أي شخص ولكن مهم جداً أمام التلميذ الرب عاوز يسترد اعتباره عاوز يسترد كرامة بوترس أمام التلميذ عاوز يسترد رسولية وخدمة بوترس الرسول كرعاية ولاحظ هذه المرة لم يسألوا من الآن تصطاد ناس لكن سألوا أتحبني فالمحبة أولاً والشخص المليان محبة لابد أن يخدم المسيح وفعلاً الرب استرد اعتبار بوترس وبوترس أصبح واحد من عمالقة الكنيسة والله استخدمه بفتح أبواب كثيرة أمام اليهود أمام السامريين وأمام الأمم ولكن هذا اللقاء اللي حدث عند بحيرة طبرية كان ضروري جداً لكل التلميذ حتى يأكد محبته ودعوته وإرساليته للتلميذ وحتى يتعامل بشكل خاص مع بوترس الرسول فمحبة الله محبة غير محدودة محبة الله غير مشروطة هدف الله هدف واضح غفران الله غفران كامل فالمسيح غفر لبوترس وأمام التلميذ الرب اعتبار بوترس ومكانته أمام الرسل وهذا مهم جداً فإذاً هذا اللقاء عند بحيرة طبرية كان لقاء مهم وما منعرف المدة الزمنية اللي قضاها يسوع حول بحيرة طبرية وهو يظهر للتلميذ ولكن نعرف أنه على أحد جبال الجليل برضو أعطاهم المأمورية العظمى اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وهانا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر فكان هذا اللقاء مهم جداً في المكان اللي دعاهم أولاً اختتم الدعوة عند بحيرة طبرية ترجمة نانسي قنقر